جلد روسيا ذاب على اعتاب حرارة ملعبها كأس القرات كانت بروفا أوليا نالت الثناء تنظيميا وفشلت فيها الدبانكا أو عرافة البطولة في التنبؤ بحل لغزها ألمانيا قوة عالمية كبيرة كما تعرفون يهتمون بالفئة السينية الصغيرة وهو عمل يقومون به منذ سنوات طويلة ألمانيا شاركت بمنتخب شاب لنقول أنه المنتخب الرديف ورغم ذلك تمكنوا من الفوز بكأس القرات صح أن فريق ألمانيا فريق جديد بس اللاعبين الصغارين هناك كسبوا الخبرة من الفريق وتحسنوا وحمد الله أن فريق ألمانيا الآن هو أعلى فريق والذي فاز على المباراة آخر مرة فريق ألمانيا صراحة سريع بالفوز وناجح كثير أنفانتينو في أول عهدة له على رأس الفيفا نفذ وعده بإدخال التقنية فكان حكم الفيديو المساعد حلقة جديدة من الإثارة في كرة القدم استعملنا لأول مرة تقنية الإعادة بالفيديو في أول مسابقة رسمية تابعة للفيفا أمر مهم جدا وبالعموم حصلنا على نتائج جيدة ولكن بالتأكيد نحن بحاجة إلى تحسينات أفضل الأمر المهم بالنسبة لنا أنه لم تحدث أخطاء جسيمة تم التغاضي عنها وهذا ما نسعى من أجله أساسا هل يبقى أم يرحل؟ السؤال الذي سيطر على جزء كبير من كأس القرات البرتغالي رونالدو حضر جسدا أكثر منه مهارة رونالدو لاعب كبير برأيي أن الريال يحتاجه كثيرا ولهذا لن يفرط فيه أبدا سيعملون كل شيء من أجل بقائه لأنه يمثل قوة الفريق الضالب أعتقد أن رونالدو سيغادر نادي ريال مادريد هو بحاجة إلى أن يغير من أجل الإبداع أكثر أعتقد أنه سيعود إلى النادي الذي بدأ شهرته منه وهو مانشستر يونيتد على بعد السنة من تجدد أكبر عرس كروي يبدو أن الروس والفيفا والمنتخبات مطالبون بتعديل أوراقهم لتحقيق أهدافهم وتحقيق عروض جميلة تعكس شعبية كرة القدم وتسيدها لعالم الرياضة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا